اشتركوا في القناة لأن المرحلة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في تنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتحقيق أهداف برنامج الحكومة وفي مقدماتها مشاريع مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قام بها وزير الأشغال ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى مدينة شرق سترة لتفقد نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع واحتياجات توفير المنافذ الرئيسية وربط المدينة بشبكة الطرق المحيطة وقد أكد سعادة وزير الأشغال أن الوزارة تنتهت من التصاميم التفصيلية للمشروع مضيفا أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين تهدف الأولى منها إلى توفير منافذ رئيسية لمشروع شرق سترة الإسكاني أما المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ربط المشروع الإسكاني مع شبكة الطرق جنوب البحرين وشيرا في الوقت ذاته إلى أن مدينة شرق سترة تعد من المشاريع الإسكانية الرائدة والتي ستسهم في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من جانبها أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن وطيرة تنفيذ مشاريع الوحدات والقسائم السكنية بمدينة شرق سترة بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية تشهد تسارعا خلال المرحلة الحالية مضحة بأن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى للمشروع والتي تتضمن 1077 وحدة سكنية قد بلغت 28% ومن المتوقع اهتمال نسب الإنجاز بها خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023 مشيرة إلى أن المخطط العام للمدينة يتضمن توفير كافة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية والاجتماعية في ترجمة واقعية لرؤية الحكومة في توفير المقومات والمرافق والخدمات كافة ترجمة نانسي قنقر